والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل الصوت ولا لا يا جماعة? سمعيني? دوني اشارة. هكمل لكم تاني بقى. فدلوقتي وزرتي للصحة المصرية. ترتكب جريمة في حق الشعب المصري. جريمة في حق الدولة المصرية. جريمة شنيعة في حق الواطن المصر. وزيرة الصحة المصرية كان عندها علم ان فيه كورونا موجودة في مصر. وان كورونا منتشرة بشكل شنيع في الدولة المصرية. مخبت عن الناس. وتعمدت ده مع صبق الإصرار والترصد. وعملاني فيلم رايحة الصين. رايحة تعمل ايه في الصين? رايحة فين يا ضنايا? رايح هتقضي عالكورونا خدت عبدالعاطي معاكي ولا ايه عايز اقول لكم كلهم ماشيين على نهج اللي هو عبدالعاطي نفس الطريقة نفس السيستم بالزبط ان الشعب المصري يموت ان الناس تموت لكن مش فارق معهم بالوقت يا جماعة الناس اللي اصيبوا بكورونا من فرنسا من امريكا من كوريا من تايلاند ومن الصين دول تسعة في تسعة بقى عندهم كورونا كانوا سياح في مصر كانوا الناس بيقضوا الاجازة بتاعتهم وريحين مصر في اماكن سياحية اماكن سياحية يعني بيحتكوش بالقدر الكافي من الشعب المصري مثلا في الاماكن الشعبية معنى كده كورونا جات لهم منين هل هم جابوها معاهم ولا خدوها من مصريين اذا هم جابوها معاهم او خدوها من مصريين انا بعملكش الفيديو ده عشان اقول لك تعال انيش تمستيسي على فكرة ولا انيش من خالص انا بكلمك دلوقتي في الوضع الصحي للمواطن المصري المواطن المصري في ازمة حقيقية جماعة يبدو يبدو في مشكلة في الانترنت او حاجة فانا بقولك انا على فكرة الشائعات خطر مقيم على الشعب المصري وعلى اي بشر وانا ضد الشائعات ولا عايز اعمل شائعات لكن احنا دلوقتي فعلا في ازمة حقيقية البلد في ازمة حقيقية وعلينا بالمكاشفة الشفافية في اي دولة هي اللي بتعجل بي ان احنا نعالج الناس من المرض الاصابات اللي موجودة في الناس اللي خرجوا من مصر بتقول ان المرض منتشر معنى انه هيئة الطيران في القطر وهيئة الطيران الكويتي ومعنى ان فرنسا ومعنى ان امريكا معنى ان عدد من الدول تعلن ان اي مواطن ان مصر منطقة خطر وان اي شخص ييجي من مصر يتحط في الحجر الصحي لمدة 14 يوم ولا 30 يوم معنى ان فيه كرثة حقيقية في مصر الكرثة الحقيقية تتوجب المكاشفة المكاشفة من السلطة الموجودة من وزارة الصحة من رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء من كل شخص مسؤول في الدولة المصرية عليها ان يكاشف الشعب المصري علشان الناس تعمل حسابها علشان الناس تاخد بلا الا اذا كنت حضرتك عايز مليون 2 مليون 5 مليون يموتوا من مصريين عشان الحكم يستقر لك وتحكم لا ده قصة تانية لكن اذا احنا عايزين نكون في دولة آدمية دولة محترمة دولة تدي للمواطن ومصري حقه ما يا جماعة لا قدر الله ممكن انا يجيني كورونا ممكن حضرتكم ممكن اي شخص يعني وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر ممكن احنا نموت في ثانية من غير كورونا لكن بكلمك في شفافية بكلمك في حالة صحية بكلمك في وزارة صحة مصرية يعني المستشفات ما سفى بتموت وحدات الغسل الكلة وملوسة فيروس سي والامراض بتيجي المصريين تمام لكن انت كمان عندك زيادة فيروس عالمي فقول لي وزارة وزارة الصحة الهالة زاد ما تقف واريش انت اوفر 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 اوي رايح الصين الصين من ايه ختم الصين تعمل منها ايه حاجة تعمل ايه في الصين يا حاجة المرض عندك ومنتشر وترتكب جريمة انت لازم تتحكم انت لازم تتحكم قدام الرأي العام وتتحكم قدام الشعب المصري والرأي العام العالمي انت على فكرة اتحكم محاكمة دولية الجريمة اللي ارتكبتها هالة زايد بان احنا نعرف ان كورونا موجودة في مصر من كندا ومن امريكا ومن فرنسا ومن تايوان ومن الصين دي جريمة جريمة كبيرة ياجب انها تتحاسب عليها تخفي ليه عشان ايه تضرب السياحة المضروبة يعني خايفة عليها مثلا هو السياحة عندك اكتر من فرنسا فرنسا قفلت اللوفر متحف اللوفر اتقفل علشان الناس خايفة من كورونا علشان في بعض حالات كورونا في فرنسا خطوط طيران بتقفل يعني انت ايه اللي بتعمليه ده نعرف ان احنا عندنا كورونا من كويت ومن قطر ومن فرنسا وامريكا ايه الجهل اللي انت موجودة في ده يعني ايه الجهل اللي انت موجودة في ده انا مستغرب والله ومش عارف في الحقيقة يعني يعني مش قادر ادرك اني هالة زايد دي وزيرة صحة انا ما عرفش مين اللي حط الحمارة دي وزيرة صحة ومش عارف ده وزيرة صحة على مين وعن ايه عظلنا على المصريين ياخدوا احتياطاتهم يا جماعة يلبسوا كمامات خلوا بالكم الرزاز الكورونا بتنتقل لو مسكت كباية مسكت ندارة يعني لو انت ندارة بتاعت شخص مصاب بكورونا هتصاب بيها لو مسكت كباية بتاعت شخص مصاب بكورونا هتصاب بيه لو مسكت كاس او فنجان لشخص مصاب بكورونا هتصاب بيه وفضلك خد احتياطاتك البس كمامة ابعد عن المناطق المزدحمة مش شرط تنزل كتير على فكرة مش شرط تروح الشغل كتير مش شرط تودي أولادك المدارس إذا حسيت الحرارة مرتفعة حسيت عندك مشكلة في حلقك حسيت إن انت سخل حسيت إن انت بتعتس كتير وكده روح فورا لأي مستشفى أو أقرب مستشفى ليك ما تستخباش لأن كورونا بالإمكان الشفاء منها إذا كورونا اكتشفت في الأول إنت تقدر تتعانج ويكم شفاءك منها لكن إذا سكت هتعدي قريبك وأهلك وزوجتك وأولادك وأخواتك وأحبابك وكل الناس اللي حواليك فالأفضل إن انت تروح لأقرب مستشفى وأقرب مكان وتسألت له من الحياة ياسس بأعراض كورونا ويقول لك تحليل هتقعد في الحجر الصحي وقت مش هعمل لك حاجة على فكرة في الحجر الصحي ده هتأكل وتشرب وتبقى مفيش حاجة فيه يعني بس هتحت المرائبة ويشوف إذا عندك المرض بإمكان على فكرة بإمكان الشفاء من كورونا بسهولة يعني إذا الحقيقته في الأول تقدر تشفى منه بسهولة أكتر من انت تقعد في البيت أو تقعد مخبيه أو مستخبي فكرتني في فيلم أسباني لسه شايفه مبارح عن راجل أيام الحرب الأهلية الأسبانية عاد مستخبي 30 سنة في بيته مع زوجته أعمل عمل حفرة ويسمه بالأسبان لم أعرفش أسباني يعني حتى محمد علي نفسه أولا اللي كنا بنعرفه في أسباني أنا محمد علي أولا بس فنبعرفش أسباني لكن فيلم معناه الخندق الأبدي أو الخلود الأبدي هتلاقيه على نتفليكس أو على موقع سينما من جوجل شوف فيلم حلو يعني تكلم عن الديمقراطية واحد من الجمهوريين اتحبس هرب كان هيتأتل فدخل تحت الأرض بنى خندق في بيته واستخب فيه وخلف وقتل واحد وحط أعظامه في المدفى حاجات كده يعني فيلم حلو خلنا في الكورونا المهم فحاول تاخد الوقاية من هذا الفيروس تسمعش للدولة ولا للنظام ولا هرتل بتاعت أنهم يخبوا عنك موجودة في كورونا في مصر وأعلان من العرضة حالتين لأجانب وده موجود فيها كتير الموضوع اليوم نشرة العين صابتني ورب العرش نجاني كانت بوزارة الصحة كده وعليها خمسة وخميسة العين صابتهم ورب العرش نجاني متخيل أنت متخيل دولة عظيمة زي مصر بيتعالجوا من الكورونا إزاي أو بيوصفوا الكورونا إزاي يعني بعيدا عن التهريج نكتنا كتير عفوا انهرجنا كتير اتكلمنا كتير آآ قعدنا النكت على كورونا وشوكولاتا كورونا بس حقيقي يعني فيه خطر والخطر ده يجب أن تحطاط منه تسيبك الموزيرة صحة حمارة وقطاع صحي من أسف غابي لا يهتم بحياة المواطن المصري اهتم أنت بحياتك واجه ده واجهه ولا تتردد في الزهاب إلى أي مركز صحي أو أي طريقة علاج لو حسيت بالأعراض بتاعت الكورونا لأن بصراحة الوضع يعني صعب في كل دول العالم الوضع صعب في كل دول اللي ظهر فيها في أمريكا في الصين في كوريا في قطر في الكويت في كل الدول اللي ظهر فيها الكورونا الوضع صعب البرصة في العالمية البرصة نزلة النهاردة 30% يعني فيه كرسة بهذا بسبب هذا الفيروس حصل قبل كده الصارس بتحصل فيروسات كتير في العالم بنقدر نتعالج منها بنقدر يعني نلاقي الدواء أو العلاج منها عايزة وريك الناس ماشية في الشارع عادي جدا يعني تتعامل بص الناس هاي في الشارع ماشية في تركيا هنا في استنبول الناس ماشية مش أي حاجة الناس موجودة وكل حاجة في كل مكان يعني فاهم في الشوارع العربيات مفيش حاجة اتعطلت أو وقفت يعني وفي كل الدول العالم اللي بيظهر فيها كده بس هو الاحتياط يعني انت تحتاط من الكورونا ومن الأسباب اللي ممكن يصبح لك فيروس الكورونا هاو الاشارات العربيات الشوارع التاكسي كله سأنا مكسل أقوم من البرد عشان أقعد وارك الشارع بورولك وانا قاعد فيقلوا بالكم من نفسكم ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ أحبابكم ويحفظ كل الشعب المصري يعني حتى المسؤولين والله ما نتمنى لهمش أذى إلا إذا في عقاب حقيقي يعني عقاب سياسي يعني ظلمهم لكن الواحد لا يتمنى المرض لأي شخص وإن شاء الله ربنا يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضى المسلمين وكل الإخوة في الإنسانية إن شاء الله يا رب وربنا ينجدنا من هذا الفيروس اللي هو يعني حكم مكثرة جدا بس أنا مش علم دين هقولك الحكم بتاعته بس أنا بقولك رؤيتي الفيروس وياردت أنا زايد لما تيجي من الصين تضربها بالأولى البطوب تحدفها بالإزاز تحدفها بالكمامات تحجوروا عليه وتقعدوا مع عبد العاطي ده أفضل دي أفضل حل علشان تنقذنا من الكورونا يلا كده هو كانت نشر دي حلوين يا جماعة إن شاء الله أنا أبقى معكم تاني دايما إن شاء الله مساء الورد ترجمة نانسي قنقر